سأتحدث في هذا الدرس عن طريقة لتحليل الدائرة الكهربائية، تسمى التحليل العقدي، وهي تعتمد على فرق جهد العقدة. سأشرح لكم الآن مفهوم فرق جهد العقدة. تعلمون أن هناك فرق جهد عبر المكون في الدائرة، كما يوضح الرسم أمامكم. وإذا كان المكون فرعاً من دائرة كهربائية، يصبح فرق جهد الفرع. انتقلوا إلى الدائرة أمامكم وحددوا العقدة الموجودة. يلتقي المقاوم ومصدر فرق الجهد في هذه العقدة. ارمزوا لها بواحد. أما في العقدة الثانية، فيلتقي هذان المقاومان بمصدر التيار هذا. ارمزوا لها باثنان. وهنا في الأسفل، تلتقي هذه المكونات الثلاثة في هذه العقدة. ارمزوا لها بثلاثة. لتفهم فرق جهد العقدة، عليكم أولاً فهم فكرة العقدة المرجعية. في العادة، تعتبر العقدة المتصلة بأقطاب مصادر الطاقة خياراً جيداً كعقدة مرجعية. أو العقدة المتصلة بالكثير من الأفرع. في الدائرة أمامكم، العقدة ثلاثة هي أفضل خيار كعقدة مرجعية. يمكنكم تحديدها برمز التأريد هذا في الدائرة الكهربائية. يوجد طرق أخرى للإشارة إلى العقدة المرجعية. منها هذا الشكل الذي رسمته في الدائرة. وأحياناً تكون على شكل حرف T مقلوب هكذا. يمكنكم قياس فرق جهد العقدة بين أي عقدة والعقدة المركزية. وفي الحالة أمامكم، لديكم فرق جهد العقدة واحد. ارمزوا له بـ V1، وفرق الجهد هنا V2. وهذا بالنسبة إلى العقدة ثلاثة. ضعوا إشارات السالب والموجب. الآن حددوا مكونات الدائرة. ارمزوا لهذا المصدر بـ Vs، وقدرته 15 فولت. هذا المقاوم R1، ومقاومته تساوي 4000 أوم. وهذا R2، 2000 أوم. مصدر التيار هذا رمزه IS، وقدرته 3 ميلي أمبير. لاحظوا أن هذه الدائرة تشبه الدائرة التي استخدمناها في شرح درس تطبيق القوانين الأساسية 2. حللتم هذه الدائرة سابقاً باستعمال قوانين كيرشوف لفرق الجهد والتيار. KVL و KCL، لإيجاد قيم فرق الجهد والتيارات في الدائرة. لكن هذه المرة ستتعرفون على طريقة التحليل العقدي. تطبق القوانين الأساسية كالمرة السابقة، لكن بطريقة منظمة وأكثر فاعلية. سأكتب خطوات هذه الطريقة، وتذكروا أنها طريقة وليست نظرية، أي أنها مجموعة من الخطوات لتحليل الدائرة. الخطوة الأولى هي اختيار العقدة المرجعية. قمتم بذلك قبل قليل. ثانياً، تحديد نقاط فرق جهد العقدة على الدائرة. قمتم بذلك أيضاً. رمزتم لهذه BV1 وهذه BV2 بالنسبة إلى العقدة المرجعية ثلاثة. تذكروا، نفترض دائماً عند استعمال جهد العقدة أن إحدى العقد هي العقدة المرجعية. ثالثاً، حل العقد البسيطة. سأوضح لكم معنى ذلك بعد قليل. رابعاً، كتابة معادلات KCL. وخامساً، حل المعادلات. قمتم بأول خطوتين إلى حد الآن. حسناً، ما هي العقد البسيطة؟ إنها العقد المتصلة مباشرة بمصدر يصل إلى العقدة المرجعية. في الحال أمامكم، V1 عقدة بسيطة. ما قيمة فرق الجهد عبرها؟ يمكنكم من خلال النظر إلى الدائرة معرفة أنه 15 فولت. إذن، قمتم هكذا بتنفيذ الخطوة الثالثة. العقدة 2 ليست بسيطة كواحد. إذ تتصل بها الكثير من المكونات، ولا يمكن إيجاد قيمتها من خلال النظر فقط مثل العقدة 1. حددوا الخطوات التي قمتم بها لتنظيم عملية الحل. هذه الخطوة الأولى. وهذه الثانية. وهذه الثالثة. ابدأوا الآن بالخطوة الرابعة. وهي كتابة معادلة كيرشوف للتيار. KCL طبقوا معادلة KCL على العقدة 2. والقيام بذلك، حددوا التيارات على الدائرة لديكم. يوجد تيار هنا، وهنا، وهنا. ارمزوا لهذا بـ I1 لأنه يمر بـ R1. وهذا I2 لأنه يمر بـ R2. وهذا IS. الآن اكتبوا معادلات كيرشوف للتيارات. مجموعة التيارات الداخلة في العقدة يساوي صفر. يوجد تياران يخرجان من العقدة كما هو واضح. لذلك تكون إشارتهم سالبة عند كتابة KCL. إذن المعادلة هي I1-I2-IS يساوي صفر. تكمن أهمية طريقة جهد العقدة في هذه الخطوة. الآن أعيد كتابة هذه التيارات بالنسبة إلى قيم فرق جهد العقدة باستعمال قانون أوم. إذن التيار الجاري في هذا الاتجاه I1 يساوي V1-V2 على R1. الآن طبقوا قانون أوم مباشرة أي I2 يساوي V2 على R2. وأخيراً ناقص IS يساوي صفر. انتهيتم الآن من رابع خطوة. وهي كتابة معادلة KCL باستعمال التحليل العقدي. وسنكمل الشارح في الدرس القادم.